من جهتها رفضت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد توجه منطقة اليورو نحو الركود الاقتصادي لاغارد خلال مقابلة أجرتها مع تليفزيون بلومبرغ من المنتدى الاقتصادي العالمي في ديفوس اعتبرت أن المنطقة تشهد معدل بطالة منخفضا ومدخرات كبيرة للأسر واحتمالية أن تشهد صناعة السياحة صيفا قويا مما يعاوض صدمات السلبية الناثجة عن الحرب في أوكرانيا وارتفاع تضخم في الوقت الحالي لا نشهد ركودا في منطقة اليورو والتشهد بمعدل البطالة المنخفض والمدخرات الكبيرة للأسر واحتمالية تشهد صناعة السياحة صيفا قويا مما يعاوض الصدمات السلبية الناثجة عن الحرب في أوكرانيا وارتفاع تضخم ترجمة نانسي قنقر